السلام عليكم واسعد الله وقاتكم بكل خير أنا منيرا من قناة ميرا كرافت طبعا قبل ما نبدأ نسوي المربع دائما لازم نغسل الزجاجات بالصابون ثم نضعها في ما فاتر وبعدها على الفرن حتى يغلي المال مدة 20 دقيقة بعدها نطفي النار ونحط الأغضية مع الزجاجات ونتركها بالمال المغلي لمدة 5 دقائق ثم نخرجها ونضعها على فوطة نظيفة حتى تنشف إذا تحبون مربع الخوخ وتبعون تجربون طرق جديدة فإن مربع الخوخ بالهلبين والهبانيرو روعة مرة ولذيذ ولو عدة استخدامات ممكن تحطونه على قطعة خبز محمص مع جبن كريمي أو بجانب المشاوي مثل بعض المطاعم العالمية أو تدهنون فيها ستيك أو تدهنون فيها الهامبورغر قبل ما تحطون شريحة اللحم ومكوناته قليلة ومدة عمله قليلة تقدرون تستخدمون الخوخ الطازج أو المفرزن وإذا بغيتوه حار مرة حطوا حبتين من فلفل الهبانيرو والهلبينو أما إذا بغيتوه أقل حرارة حطوا على حبة من كل نوع ومربع الخوخ هو الطريقة المثالية لاستغلال الخوخ الناضج أو غير الناضج أول مفرزن والأفضل أن تقطيع الفلفل تستخدمون القفازات علشان الحرارة وفضل في عمل مربع استخدام الليمون المعلب لأن حموظته متساوية بعكس الليمون الطازج حبة حامضة وحبة لا وأضيف الليمون للمربع لأنه يعطي حموظة وكذلك يحتوي على مادة البكتين والبكتين هو عامل تخثر أو مادة هلامية يوجد بشكل طبيعي في الفواكه مثل الحمضيات وهو الذي يساعد المربيات على التكاثف أو الوصول للقوام المناسب وتحتوي بعض نواع الفاكهة الحامضة على البكتين مثل التوت والتفاح والحمضيات في حين تحتوي الفاكهة الحلوة على كميات أقل منه وهذه المكونات كفت زجاجتين من المربع وأفضل دائما أعمل كميات قليلة حتى أجرب أنواع أخرى من الفاكهة أو أمزج وأخلط أنواع غيرها وإذا بغيته مقدار أكثر ضعفه الكمية وممكن استهلاكه على طول أو الاحتفاظ فيه لمدة سنة وعند طبخ المربع الأفضل استخدام قدر من الحديد الثقيل أو ستانل ستيل بقاعدة ثقيلة حتى لا يحترق المربع بسبب الحرارة العالية والأفضل كذلك يكون كبير حتى إذا تكاثف المربع ما يطلع خارج القدر نضع المكونات على النار العالية 220 درجة فهر نهايت ونستمر بالتحريك لمدة 20 دقيقة وأكثر حتى يثقل المربع وبعدها نوطي على النار ونستمر بالتحريك أحب أضيف قطعة من الزبدة لنها تساعد أنه ما يطلع رغوة على وجه المربع إذا ما تبون تقدرون تستغنون عنها لكن تشيلوا الرغوة الموجودة فوق سطح المربع بملعقة مع أنها ما رح تأثر على الطعام وبالبداية نسلق الخوخ ونعمل أسفل الخوخة إكس سكين حادة حتى يسل علينا تكشيرها ثم نضعه في قدر كبير فيه ماء مغلي ونتركه مدة دقيقة تقريبا وبعدها نخرجه ونضعه فيه ماء مثلج لمدة دقيقة ثم يخرج وتزال القشور بسهولة وبعدها نقطع الخوخ نصفين ونتخلص من البذور ثم نقطعه قطعة صغيرة ونستخدم هراسة البطاطس حتى يكون المربع كرنشي لكن إذا بغيتوا المربع ناعم تقدرون تستخدمون الخلاط الكهربائي أما إذا كنتوا تبغونه نص ونص حطوا نصة اهرس ونصة بها الراسة البطاطس والنص الثاني بالخلاط الكهربائي وبعد ما تذوقون المربع المنزل رح تدمنون عليه لأن فيه فرق كبير بينه وبين المربع اللي نشريه من الأسواق طبعا أطعامه ألذ ويكون طازج ومدة تحفظه في الثلاجة ثلاث أسابيع لأن ما فيه مواد حافظة لكن إذا بغيتوا تحتفظون فيه مدة أطوال فيه عدة طرق وعملية صنع المربع سهلة مرة كل ما نحتاجه هو الفاكة الطازجة أو المثلجة والسكر وعصيل الليمون أو البكتين اشتركوا في القناة وفيه عدة طرق لاختبار نضج المربع منها نضع صحان في الفريزر بداية عمل المربى وبعد ما ينضج المربى نخرج الصحان ونضع عليه مقدار ملعقة وبعدها ندخل من جديد الفريزر للمدة دقيقة ثم نخرجه ونضع بأصبعنا خط إذا تجهد المربى واستمر الخط واضح فإن المربى نضج وإذا اختفى الخط فإن المربى يحتاج له زيادة بالوقت والطبخ كذلك ممكن إمالة الطبق إذا سال المربى مثل الماء فإنه يحتاج طبخ وكذلك استخدام الترمومتر حق الحلوى نحط الترمومتر في المربى إذا طلعت درجة الحرارة 220 فيهرنهايت فإن المربى نضج لأن البكتين يتشكل عند هذه الدرجة وبعد نضج المربى نضعها في الزجاجات المعقمة ونغلقها ثم نضعها في ماء حتى يغطيها تماما بمقدار إنش ونغليها مدة 15 دقيقة حتى تتعقم وتصبح صالحة لمدة سنة أما إذا أردنا تناول المربى بعد نضجه طبخه فلا نحتاج لهذه الخطوة نضعه مباشرة في الثلاجة ونستخدمه خلال ثلاث أسابيع فقط لما في مواد حافظة وهذا المقدار كفز وجاجتين تقدرون تضعفون الكمية إذا بغيته مقدار أكثر وتقدرون تحتفظون فيه لمدة سنة أو تهدونه للأصدقاء والأقارب شكرا لكم ولمشاهدة وتمنى ما تنسون اللايك والإضافة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر